المحلل الرياضي فيصل عزيز في تصريح لموقعنا الرياضية قائلا ادعوا جميع اللاعبين العراقيين المغتربين في اوروبا الانتقال واللعب بالدوري العراقي لكي يكونوا قريبين من المنتخب العراقي ويراهم المدربين لان حسب ما يشاع ان الدوري العراق سوف يكون الاول في الشرق الاوسط بعد انتظار طويل ومرتقب في الحصول على التعاقد مع شركة عالمية لتصميم قميص المنتخب الوطني الا ان عدنان درجال نجح في التخلص من شركة جاكو والتعاقد مع شركة اديداس العالمية الف مبروك لنا هذا الانجاز المبذول من المجتهد عدنان درجال حيدر الزكي في تصريح مخاطبا عدنان درجال حيث قال لم اسمع احد يقوم بمدح نفسه الا عدنان درجال يقول انا نجم وانا اقول لدرجال انت لا تصل لمستوى اللاعب حسين سعيد واحمد راضي ويونس محمود اطلاقا للتفكير مقارنة غير صحيحة وبصورة عامة مع اختلاف المراكز عدنان درجال في مركزه كقلب دفاع المختلف عن مركزهم كمهاجمين هو بمستوى الثلاثة ويتفوق على بعضهم علي وهيب في تصريح صحفي في وقت كان لا يوجد كمبيوتر كان عقل اكرم سلمان اشبه بالكمبيوتر وللأسف هذه القامة لم تاخذ حقها المحلل الفني خلف كريم في تصريح صحفي شخصية علي عدنان جعلت منه واحدا من اهم اللاعبين الذين احترفوا في الخارج على النقيض منه اللاعب علي جاسم خامة اكثر من رائعة لكنه بحاجة الى تطوير شخصيته واختيار وكيل اعمال ناجح رئيس نادي اربيل وليد عارب في حديث لا صحة لما تداولته وسائل الاعلام عن وجود التزامات نالية بحق النادي لاي لاعد وموقف نادي اربيل سليم قانونيا الوحيد الذي كان لديه مستحقات بذمتنا واكتسب قرار الدرجة القطعية هو المدرب ايوب اوديشو الذي سددنا له مبلغ مائتين مليون دينار وكذلك مدرب الحراس جليل زيدان الذي سددنا مستحقاته ايضا لأي صلاح ابرز مستمسكا مستمسخا وهذا لا يعتمد قانونيا كما اكدت لنا الجهات القانونية المدرب الكروي علي وهاب في تصريح لبرنامج المايسترو هناك هجمة منظمة هدفها الاطاحة بالمدرب المحلي وابعاده عن استحقاقه الطبيعي اتحاد الكرة مطالب بتعديل رزنامة دوري المحترفين نتيجة الفترة الزمنية القصيرة بين مباراة واخرى هناك امتعاض كبير من قبل عدد من الانديات على جدول مباريات دوري المحترفين المحلل والصحفي الرياضي الاوكراني رومان في تصريح اعلامي اللاعب العراقي الاصل نوح درويش يقود نادي برشلونة العريق للفوز على شختار في دوري ابطال اوروبا للشباد على هكذا تصريح يجب ان يتوجه الاتحاد العراقي بل حتى كاساس الى مدينة برشلونة للجلوس مع اللاعب نادي سيدرلاند الانكليزي فاتح نادي ويملدون الانكليزي من اجل التعاقد مع السفاح العراقي علي الحمادي النادي ارسل كشفيه لمراقبة اللاعب خطوة رائعة المحلل السعودي محمد السويل في تصريح صحفي قائلا المنتخب العراقي في الاوينة الاخيرة استطاع ان يمتلك عناصر شبة جيدة للغاية ومحترفين في الدوريات الاوروبية منهم من يلعب في الدور المنتاز ومنهم في الدرجة الاولى وغيرها هؤلاء سوف يغيرون ويضيفون اضافات كبيرة للمنتخب العراقي في الاستحقاقات القادمة جميع المنتخبات الخليجية تتمنى ان يكون لديها لاعبين من ابنائها يحترفون في الدوريات الاوروبية لكن المنتخب العراقي يمتلك هذه الميزة وسوف تغير من واقع الكرة العراقية حذر لاعب منتخب العراق السابق والمدرب الكروي الحالي احمد مناجد منتخب بلده مما وصفه بالمرض الفتاك على المنتخب وذلك قبل خوضه اولى مبارياته في تصفيات اسيا المزدوجة امام اندونيسيا على ملعب البصرة الدولي في السادس عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل وقال مناجد لموقع المستديرة الرياضية المطلوب من المدرب في سوس كاساس الاستقرار على تشكيلة قوية ومتجانسة لتصفيات كأس العالم وبطولة كأس اسيا خط الدفاع يشكل مشكلة ازلية للمنتخب العراقي وعلى كاساس اختيار الرباعي الافضل كونه جرب الكثير من اللاعبين في الفترة الماضية واضاف زيدان اقبال هو اللاعب الافضل في خط وسط المنتخب العراقي ولا يوجد من يعوض غيابه وانا فضل الزج باللاعب علي لحمادي كأساسي وان يكون باشان العبدالله احتياطيا له وعن وضع لاعب الشرطة مهند علي مع المنتخب العراقي قال مناجب انا من اكثر المعجبين به لكنه غير جاهز بدنيا ويحتاج الى الاستقرار مع نادي يخوض معه عشرون مباراة على الاقل حتى يعود الى وضعه الطبيعي واتم حديثه قائلا لا اعترف بالحرس القديم والجديد القرار للمدرب في سوسكاساس في اختيار اللاعبين علينا عدم تقسيم المنتخب العراقي والامور الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي مرض فتاكن للمنتخب الوطني يجب الحذر منه وكان المنتخب العراقي قد حقق المركز الثالث في بطولة الاردن الرباعية الاخيرة بعد فوزه على صاحب الارض والجمهور براكلات الترجيح اثر التعادل في الوقت الاصلي مدرب المنتخب العراقي السابق حكيم شاكر في تصريح لبرنامج ستوديو الجماهير لو توفر لي ما توفر للاسباني في سوسكاساس اوعدكم بلقب كأس العالم وليس لقب كأس آسيا في زماني عندما كنت مدربا للمنتخب العراقي انا من اقوم بالتدخل للاعبين لا يوجد حتى طباخ خاص للمنتخب العراقي الان كل شيء متوفر واكثر من سبعين لاعبا جاهز سواء كان محلي او مغترب واذا فشل كاساس في بطولة غرب اسيا ولم يتأهل الى كأس العالم اقول له ان تلست مدرب وانما ممرن لان من الصعب تحقيق نتائج سلبية في الوقت الحالي مع العراق لان كل الاسليب والسبل التي تنمو الى النجاح هي متوفرة لدى كاساس وكادره الاسباني الاعلامي الدكتور عدنان لفتة في تصريح صحفي قائلا ما يخص دوري المحترفين او دوري نجوم العراق اعتبرها طفرة نوعية الى الامام وما يقوم به عدنان درجال مع رئيس الرابطة الاسبانية تي باس ليس شركة خاصة او مزاد او استثمار خاص لعدنان درجال بل هو مشروع لجميع العراقيين وللكرة العراقية وتطورها الايجابية الاولى في المشروع هو معرفة موعد انطلاق الدوري وموعد الانتهاء من جانب اخر كل مدربين الاندية العراقية اضطروا الى تطوير انفسهم والحصول على شهادة البرو في سبيل تدريب اندية دوري المحترفين وهذا ازاد من عطاء المدرب المحلي علينا دعم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال والوقوف بجانبه دون الالتفات الى بعض المغرضين الذين انتهت مصالحهم الشخصية بسبب درجال مصدر خاص لموقع المستديرة الرياضية اوفد لنا ان برنامج تقنية الفيديو سيتم تطبيقها في المباريات الاربعة التي ستقام غدا الخميسة في افتتاح منافسات دوري المحترفين في حال لم يحدث شي خارج التوقعات تقنية الفيديو ستكون حاضرة في ملاعب مباريات امانة بغداد مع القاسم والنجف ونفط ميسان والحدود مع نفق البصرة والزوراء مع نوروز